الحمد لله نحمده ونستعينه ونستنطره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدف الله فلا مضيق له ومن ضيقه فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نزيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إلهي الذين أمم كتب عليكم السرية وما كتب علي الذين من طلبكم لعيكم تتطر وقال تعالى وقيم الصلاة والزكاة والقعكم مع رعكين وركاتهم مع الراجعين أنه المسلمون إن الله سبحانه وتعالى قد وقفقنا في هذا الشهر المبارك لعبادته وأداء فريضة الصيام وتلامة القرآن وقيام الليل فهذا ما يجب علينا أن نشكره فيه فإن الله سبحانه وتعالى يعرف أن تشكرا على توفيته ثم يبغي لنا أن نشكره فيما يزدور مننا من التقصير في هذا الشهر المبارك في أداء فريضة الله سبحانه وتعالى وفي امتياه في عبادته فإن نشروع مننا والتقصير مما يقول فيه المبارك أقربا إلى القبول في عبادته فعلينا أيها الهوة أن نستدرك ما ينبسنا في هذا الشهر كمثلة النوبي الجثير في نهار العموان والحديث الجثير بعد صلاة العشاء وقل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نوما قبل المشاء والحديث بعدها علينا أن نجدهل في هذا الشهر المبارك ونغطن مساعاته والمحاده في أداء وخلوة القهام وذكر الله والإسترخاء وعلينا أن نؤدي الزكاة في هذا الشهر كذلك فإن الزكاة وإضاء الله سبحانه وتعالى علينا في المال الذي أعطان الله في قبله وآخر دعوانا الحمد لله وقبل العالمين الحك لله الذي أنام لهذا وما كنا لنهتني لولا مدى الله والصلاة والسلام على محمد للكستفى الذي قال الله تعالى بشهره من الله وملالكة ويصاللنا على النبي يا أعطان الله في القناة ومن ثم أن نعطان الله في القناة ومن ثم أن نعطان الله في القناة كما باركTAR على الله وعلا على أهل الر detail مينquiحة آحمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر